الدوري بقى في سخونيته دي مستقطب كل الاهتمامات يعني كل الاهتمامات عربيا وخالجيا المسابقة المصرية فيها محل اهتمام وتأدير كبير جدا لكن الحقيقة ستوديو قناة عجمان فيها ستوديو رياضي عنده اهتمام خاص بالمسابقة المصرية وماله أهلا وسهلا دي قيمة الدوري المصري وده قيمة أنديتها وده شعبية النادي الاهلي اللي بتخليه مثار حديث كل الناس مؤكد لكن ما هو غير مقبول وغير معقول انه يتخصص ستوديو في بث معلومات خطئة وانطباعات زائفة وكلام ملوش اي معنى عن النادي الاهلي وباستمرار عن النادي الاهلي ومعرفش حتى لا فيه حقوق رد ولا فيه استحضار للغائب لأنه حتى من قواعد الإعلام لما الرجل اللي قاعد على المنصة كموزيع أو مقدم للبرنامج هو المفترض أنه رجل محايد بين كل الأطراف اللي موجودة والمفترض لما يوجه اتهام لنادم بعينه أو لأي طرف لازم أن الحاضر يستحضر للغائب لازم أن يكون هو بسال هذا الغاب هو ماله هو بيعلق على الدور التونسي هو بيعلق على الدور السعودي هو بيعلق على الدور الكويتي هو بيعلق على الدور المصري وتحكي وتصدر أحكامك عليه أحكام مسيئة هو أنت شأنك إيه بينا شأنك إنك تقول أخبارنا لكن شأنك إنك أنت تظهر كراهيتك وممارسة المتجرب الكراهية عشان تعمل مين كان يعرف هذا الرجل صاحب هذا التعليق المستمر والاستفزاز المستمر قبل ما يتجسح حق النادي الاه هي المتجرب القراهية هنشوف هذا الفيديو هذا ليس حقه وأنا أرى أن الاتحاد المصري لازم يدافع عن نفسه لأنه لما يتهم الأول نسمع بعدين نتكلم معلق أو إعلامي إماراتي يدعى عادل الحمادي هنشوف عادل الحمادي في قناة عجمان الرجل قال إيه ونشوف الكلام اللي بقوله المونس عادلي واللي أنا ممكن أقوله صحة ولا لا نسمعه من القرارات اللي يجب أن تحترم جدول المباريات اللي يقام بالقرعة وهذا من مبدأ تكافؤ الفرص أن الجدول المباريات يقام المؤجلات يجب أن تلعب كما برمج لها وتم جدولة هذه المباريات أما أني أنا أختار فرق مؤخرة الدوري يختار الفرق اللي يلعبها في المؤجلات يعني شوف الأهلي لعب مع من أو يلعب مع من أثناء وجود ستة من اللاعبين في المنتقب الأولوبي هو اللي يختار يلعب معنا لعب مع الانتاج الحربي صاحب المركز 18 لعب مع البنك صاحب رقم 15 حد جامل الأهلي عادل؟ الأهلي يختار مؤجلاته يختار حكامه يختار قراراته يختار الوقت اللي يلعب فيه لعب مع أسوان ولعب مع وادي دجلة خلاص مع الجدول يعني ما في أضعف من هذه الفرق في الجدول ومع ذلك يعني يحتاج إلى الحكام أن يعاونونه على الفوز على هذه الفرق اللي فيه حرام يعني أن فريق مثل الأهلي الموسم هذا يأخذ الدوري وإذا ما أخذ الدوري فهو يحقق يعني ويؤكد على ما نقولنا والأدهى والأمر من ذلك عبدالله بس في عشر ثواني أن يخرج مسؤول الأهلي ومديرة الإدارة سيد عبد الحفيظ ويصيح ويدعي المظلومية يا براهيم قلت نسبه إيه؟ علي الحمدي أو عادل الحمدي عادل الحمدي هو البرنامج ده اسمه الكرة في مصر اسمه إيه البرنامج أنا مش قادر أفهم بأي حق تعلق على الشأن الكرة والمصري بالإساءة دي للإساءة للنادي الأهلي والإساءة للاتحاد الكرة والكرة المصرية والنظام العام الرياضي المصري أنت هنا بتتعمل الاتحاد وكأنه لا حول الله ولا قوة وأن النادي الأهلي بيختار بس نتيجة غلو الداخلي خدع نفسه وخب الحقيقة ليه؟ إن هذه مباراة مباراة مؤجلة الأهلي لعب ثمان مباراة مؤجلة يا أخ عادل الأهلي ما اختارش الأهلي لعب في الفترات الماضية ثمان مباراة مؤجلة اختار إيه؟ الأهلي لعب المباراة اللي كان ينبغي نلعبها أثناء خوضه المشوار الإفريقي وتأجلت له ولعب تحت ضغطه ولعب ضده براميده ولعب جل مع كل الأندية اللي هي تأجلت له مطشات يعني لعبه مع الفرق اللي هي لسه موعدها مطشاتها ما جاتش قبل المؤجلات إيه المطلوب؟ وبعدين انت عشان تقول هذا الكلام هو مين اللي بيعدلك؟ حتلاقي واحد من هنا برضه له مصلحة في أن يقوله الكلام ده أصدر الرجل ده حيجيب المعلومات دي بالطريقة دي واللغة دي والتحامل ده والكره ده وبث السم ده ها؟ حيجيبه منين؟ وبعدين شأنك إيه؟ التلاتة أقلق على الجدول في عجمان انت بتعلق عليه في مصر ثم لما تيجي تحب تتكلم تروح لاتحاد الكورة انت عملته كده ليه؟ مش النادي الأهلي اختار ويشكك ويطعن على خوفه إذا فاز النادي الأهلي فإزاي من دلوقتي فاتصلك في قوزك ده الرجل لا يمكن يكون يعني يسعى إلى الحقيقة إنما يسعى إلى ممارسة مشاعره على الهواء فيه شأن لا يخصه أنا أرجو من اتحاد الكورة المصري وأتوجه هنا لأن ده اتهام مباشر للاتحاد الكورة المصري إساءة مباشرة لنظام الكورة والمصري إحنا فيه ما سيقول لك لو إحنا اللي بنتكلم كده ده شأننا ها قاعد على أبني واكره اللي يقول أمين قلت تماما مش من شأنك إنك تطعن في مصدقية الدوري المصري في جدارة في نتيجة محتملة دلوقتي إحنا وصلنا إلى اللحظة اللي ما فيش كلام يتقال فيها خلاص وهو اللي ما اخسرش قدام الفرع دي ده خسر قدام الفرع دي نقاط انت صنفتها ما فيه واحد تاني يقول لك انت بتلعبه ضد الفرع اليأسى اللي هي عايزة تقاتل من أجل البنت وعايزة ما عندهاش حاجة تخسرها لازم تكسب فبيتعرض إنه هو يفقد نقاطه وتحرص فيه أهداف وشفنا إنه كل مباراته صعبة وإنه يا سيدي الفاضل ياللي بتسعى إلى الحقيقة والعدل إنه بيلعب من غير لعبته ستة لعبة دوليين بيلعب من غيره تقبلها انت دي لأي فرق عندك ما تقول الحق لكن انت هتبضل بقى كل أسبوع تفاجئنا بهذا الشعور السلبي نحن النادي الآلي لدرجة إنك في السكة كده بتطيح بالنظام الكرة والمصر هي دي النقطة المهمة جداً الحقيقة أحمد حسان ميدو تم إنهاء عمله مع أحد الأندية السعودية عشان أخطأ في حق مشجع عشان نبقى واضحين وكل الكيانات تحترم بكلمك على مدرب أخطأ في حق مشجع في الرد عليه على التواصل الاجتماعي تم إنهاء عمله والدور المصري ليس أقل قيمة من أي شخص ونظام الكرة في مصر وقيمة النادي الآلي هي أعلى من أي حاجة لكن فكرة إننا يبقى فيه منصة دائمة لتوجيه الإساءات لتشويه الحقائق للإساءة للنادي الأهلي بهذا الشكل ده كلام غير مقبول وغير معقول بالمرة نهيك على إنه بيستند على معلمات كلها خطأ طبعاً بينسف قيمة ونزاهد وسمعة الكرة المصرية ومسابقتها وكمان بيسيل النادي الأهلي وجدرته لأنه هو النادي الأهلي لما تتأجله سبع مباريات طب هو أنت كنت عايز الأهلي في خلال الفترة دي مش دي فترة المؤجلات ده كويس أو أن الأهلي وافق وعلى فكرة التحاد الكرة وجيهه للشكر إنه وافق علشان يساعد في حتة التوقيت والوقت الصعب إنه يلعب مباريات من غير ست لعيبة لو النادي الأهلي كان عطرد وقال إن أنا لأ مش هلعب إلا لما لعبتي تيجي ما كانش هيلعب وكان هيستنى لما لعبة ترجع لكن كن إن الأهلي يتساهل ويوافق ويلعب أولاً هذه المباريات محدش نأأو محدش اختار هي دي المباريات المؤجلة ما كانش مطلوب من الأهلي ميلعبش مع البنك الأهلي أو مع أسوان أو مع الانتاج الحربي أو مع السيراميكا الكيلوباترة في الفترة دي ويجب الإسماعيل والمحلة والزمالك والاتحاد وهي مباريات غير مؤجلة ولعب مع بيرامد أو لما لعب لكن بيرامد لعبته الأولمبيين سافروا والأهلي لعبته الأولمبيين سافروا إيه المشكلة؟ أنا بقول لكم الكلام كله بينطوي على معلومات خاطئة وينطلع على آآ نفوس فعلا حاملة كل حاجة غير إيجابية تجاه النادي الأهلي وتجاه المسابقة المسابقة تجلت له ماتشط عشان لعبته مسافرة لا لا تجلت له ماتشط ولعب مع الإسماعيل إحنا النادي الوحيد ده بيرامد زي ملعبش مع الإسماعيل المباراة الموجلة إلا لما الأولمبيين رجعوا أنا بقول لك يعني أنا النادي الوحيد اللي لعبت من غير لعبت الأولمبيين آآ يعني إيه المطلوب مني؟ اللي قال لي كان طلب تأجيل المباراتين أثناء فترة المنتخب الأولمبي لضيق الوقت ولضغط الجدول وقف إنه يلعب مبارايات الأربعة حتى مبارح لعب المباراة واللعب الأولمبيين موجودين بس لأسباب فنية وبدنية وزهنية لسه راجعين مستعانش بيهم ولسه دخلين التمرين المهار خلي بالك نقطة مهمة جدا كمان إنه هو عشان يلعب في وقت الدورة الأولمبية مش هيقدر يلعب النادي القلي مع نادي يكون لعبته موجودة في الدورة لأن النادي التاني ما يوافقش القلي وافق فاللعب الأندية اللي ملياش لعبه في المتخبات الأولمبية اترتبت بالطريقة دي كمان يعني إنت لو عايز يعني لو كان جه قال للإسماعيلي هتلعب ماتش الآلي أوان الماتش مش مؤجل لكن نتخيل إنه كان مؤجل إسماعيلي قال له لا أنا عندي لعب مهم بالنسبة لي يعني أنت الفترة دي بتأدي المؤجلات ما كانش مطلوبها تجيب مباريات من الجدول وتلعبها الفترة دي فترة يعني هو لو درس يا أصاص حماد دي فترة مؤجلات عندك الست مباراة مؤجلات إنه كتاب له ورطه بس من الأخر ده إذا كان حد كتاب له لكن إذا كان حد فعلا عنده هذا التوجه ضد النادي الآلي فالكلام لمسؤولي تلفزيون عجمان هل هذه منصة خاصة جدا وموجهة ضد النادي الآلي والإساءة ليه كل أسبوع هل ده معقول أو مقبول هل طب أنا أقول لك حاجة هل في نادي على مستوى الوطن العربي بتعمل معاه كده لا ولا نادي لا أرى انتقادا غير للنادي الآلي من بعض العلمين معروف ميولهم وده اللي بيشككني هو مين اللي بيعدلهم مين اللي بيعدلهم وبعد كده تلاقي حتى في نفس الستوديو يتم ترديد نفس الغنوة بتاعته ولا اللي مبروحش يلعب في الإسماعيل طب وانت مالك ما احنا ده احنا ردين عليه بحقائق واضحة جدا كمان هتتدخل في شأن رد الكابتن ميثم عادل النجم العراقي والمحلل الكبير على حدودة الإسماعيل دي في نفس الستوديو نسمعه لماذا الأهلي لا يلعب مع الإسماعيل في الإسماعيلية هل بالفعل أن تأثير الأهلي وسطوط على الكرار المصرية يتدخل حتى في اختيار الملاعب كما يقول البعض منذ عشر سنوات الإسماعيلي لا يلعب في القاهرة فهو الوضع ما يخص الأهلي الإسماعيل لا يلعب مع المصري في بورسعيد انت عرفت شون الموضوع ما يخص النادي الأهلي كما يعتقد البعض عبدالله هذا موضوع أيضا تضليل وتدليس هذا اللي أردقوله مع كل احترام للإعلاميين هؤلاء الإعلاميين الدقلاء اليوم الموجودين في الشارع الرياضي لأهداف خاصة ولأغراف خاصة يريدون أن يثيرون الشارع الرياضي لأي سبب كان ضد الأهلي المصري الأهلي المصري صاحب 142 بطولة صاحب البطولات التاريخية الكبيرة وربما هو ينافس ريال المدريد على البطولات العالمية فبالتالي هناك حقد هناك حقد وغل من البعض بكل أسف أقول على هذا النادي الكبير والصرح الكبير الأهداف بالنسبة لي مش أهداف رياضية بحته لأن أنت اليوم عندما تثير الشارع الرياضي بهذا الشكل مع قرب كل مباراة الإسماعيل هذا مو الجديد السؤال عبدالله الموضوع كله هو يريدون أن يثيرون الشارع الرياضي ويقولون للشارع أن الأهلي متحكم حتى باشر الدور من يروح للأهلي أو الأهلي يحصل على البطولات أن الأهلي يحصل على البطولات بهذا الشكل ما علاقة الأهلي في هذا الموضوع الموضوع أمني بحت الموضوع أمني بحت تذهب شوف الدور المصري مختلف عن دورياتنا مختلف يعني الأمن هو من يتحكم الأمن ها الأمن من يتحكم تمت على الموافقة نعم عندما تذهب الرزنامة عندما تذهب الأجندة لابد أن الأمن يوافق على الملاعب هناك تدليس وتظليل للشارع لا توصل لحقيقة بشكل كامل والله يو بيقول نفس الأسباب اللي عملين وردد هنا يا أستاذ براهيم يا جماعة أول موضوع ده يعني ونرجع نقول السؤال دي ليه بيوجه لمين لاتحاد الكورة خلاص المسألة بقت واضحة جدا ورد عليها الأستاذ مازن بوضوع شديد جدا لما جبناه قال هذا قرار يخص الأمن مش عايزين نقعد كل يوم تاني شوف هذا السؤال للحياة لأنه ده كان محور اهتمامنا الحلقة الماضية وأعرضنا فيديو لكابتن أحمد حسان ميدو من برنامجه وهو بيسأل بيقول أنه من عجائب الدنيا الساب أنه الأهل ما بيروحش يلعب في الإسماعيلي وإحنا قلنا وبنأكد لميدو ولكل الزمل الإعلاميين وفي كل المنصات الإعلامية المختلفة ملك وكتابة معني بتصحيح المعلومات التي ترد في أي مكان عن النادي الآلي واللي من شأنها تشكيل رأي رأي عام ماء ضد النادي الآلي أو الإسائيلي ده أهداف البرنامج وده أساسه مش تعليقا على حد ولا شخصنا ولا انتقادا لحد ولا شخصنا مع حد على الإطلاق العاكس إحنا النهاردة بنتكلم في 679 حلقة يعني اللي امتابع من الأول عارف أهداف البرنامج وطبيعته لما بنتعرض لأي برنامج بنتعرض في المضمون وليس القائل بنتعرض في المكتوب وليس الكاتب فلما يميدوا يقول من عجاب الدنيا السابع القائل ما بروحش لإسماعيل قل له لا من عجاب الدنيا السابع ان السؤال ده لما يضطرح لازم ان نبقى فاهمين رقم واحد مقول الإسماعيل ما بيجيش القاهرة رقم اتنين مقول الإسماعيل ما بيلعبش في برسعيد والمصر ما بيلعبش في الإسماعيلية انتوا ليه قصرينها على الاهلي إتجار المباشر للإسماعيل وهو النادي المصر ما بيلعبش في الإسماعيلية Land so are you يتقال ليه الاهل ما بيلعبش في الاسماعيلية بورس عيد ياخد المصر ما بيلعبش في بورس عيد المصر نفسه بيلعب كل مباراة في برج العرب فميديو بيقول انا عارف كده طيب واذا كنت انت عارف كده يا كابتن احمد السؤال لمين الجهات الامنية ده تقدير امني للموقف يحترموا الكل حتى لما جبنا المهندس مازم مرزور اللي حط الجدول قال في رؤى امنية مهمة جدا للبلد لازم ان تنفس في الجدول وده بيؤخذ بياه لكن حتى الكابتن على الغيط قال كده لكن لملك وكتابة بياخد حد للمنطقة غمأة ولا المنطقة فتحة ولا المنطقة على الاطلاق ازاي احنا عندنا بكل تأديل لكل الزمن عادينا نورط حد لأيه ايه المصلح وخصوصا ان احنا يعني بتحتارم وبتشيد بعلاقتك بينا وانحنا نفس الشيء اكتر من مرة مش هدنا موضوعيته وبجديته في الطرح مفيش خلاف شخصي فمش عايزين حد يكون في النص كده بيخلع حالة تكدر هزي العلاقات لان مش متشخصانة الامور احنا بنصوب معلومات مش هكتر من كده البعض وهو نفسه قال على فكرة قال لو اختصر الامر انه تقال احنا لي نعتمه الاهل ما بيلعبش في القهرة طب ولو تقال الكلام كده ما كناش عمع الله بالظبط لكن بص نتيجة ان احنا نردد هنا كلام بينا وبين بعض بنانا على معلومات غير دقيقة ومنتجاهل انه حقيقة التقدير الموقف العام في البلد غيرنا بيستثمير يطلع بره ازاي يطلع بره في الامارات على انه ليه الاهل والاهل يشمعنا الاهل ما بروحش الاسمالي واتلاقي المتلقى هناك لا يعرف ايه المشكلة ولا ايه الموضوع ولا ايه الحكاية بس يتفهم منها ان الاهل ده اللي بيدير المسابقة على مزاجه هو ده هزي بضاعتكم ردت اليكم وهذا استمرار الاستخفاف بالقرار الكورة والمصري اه ولا يمكن ان يسمط اتحاد الكورة ده ان اللي تعمل تحركه النادي الاهل ايه اللي بيقول حيلعب فينه مع مين ولا مع مين ولا ترتيب الجدوه لازال في الاخر مهما اهل مهما طلب الاهل القرار في الاخر عند اتحاد الكورة فاتحاد الكورة لابد ان يتواصل مع الاتحادات المعنية ومع البرامج المعنية ان اقولهم يا جماعة مش معقولة كده احنا بنلم الامور وانتم بتبعتروالنا ده كلام غير معقول انه حد تميده نفسه انا بقولك حد تميده نفسه تعرض لهذا الظلم في تقدير التعامل معاه يعني لما كان في السعودية مدرب لأحد الأندية ورد على مشجع بيسئله شخصيا رد عليه تم إنهاء عمله ترحيله فعايزني منصة في الإمارات أو في أي دولة كانت تكون عندها هذا الرجم الدائم للنادي الأهلي وللمسابقة المصرية ومحدش يصحح حق طائها وبعدين تكتشف أنه حتى ما يرددونه ناتج من هنا طالع من هنا إحنا بنفضل نردد كلام وإساءات للمسابقة وطبيعتها وانتظامها وسمعتها ولنادي الأهلي وقيمته بس حتى لو طالع كده صدر الرئيب هو إيه الاهتمام المفاجئ ده مفاجئ مفيش قبل كده هزيز ظهر بقى أن الدور يشوف من إمتى شؤون الأهلي لا تناقش والزمالك والكرى المصرية لا تناقش في هذه إيه لك أخبار زي ما إحنا نقول إيه فإذا نادي العين على نادي الشباب أو النادي الأهلي على مش عارف إيه أو الشباب على مين وبنعلق وإذا حدثت أزمة بننقلها على لسان أطرافها وبنشير إلى المصادر إذا أثرنا لكن إن إحنا نبقى الفقرة اللي بيعتمر عليها للترويج ورجم النادي الأهلي والكرى المصرية لا لازم بيقى في وقفة ترجمة نانسي قنقر